ديئة في الماديات ديئة في الاقتصاد ديئة من الضغوط الحوالينا العالمية يتقال كده في سفر العدد 23 آية 19 ليس الله إنسان فيكذب ولا ابن إنسان فيندم هل يكون ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي اللي بيقوله بيعمله فلما بيقول إنه هو في الوسط فهو في الوسط بتاعتي أنا وبتاحتك وبتاحتك إن إحنا مختبرناش كده ومعرفناش كده ومشفناش كده بتاعتنا إحنا مش بتاحته هو لكن هو إيه هو في الوسط هو مازال موجود مازال موجود ناس تشوفه عشان قلبها نقي ونمتقول توبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله وفي ناس ثانية ما تشوفهوش عشان القلب إيه لسه مش قد كده الله في الوسط قمة الطمأنينة قمة الراحة مفيش بعد كده أنا مدرك إن الله في الوسط أنا بنام وأنا متطمن إن الزراع الإلهية شيلاني أنا وبيتي وعيلتي وأسرتي وبابا وماما وولادي وأحفادي متطمن بكده بنام أنا متطمن مش بنام وأنا كل زعر وخوف إن بكرة مش أفضل لا ليه بكرة مش أفضل هو إله أنا منامش إله أنا لسه في الوسط بيعمل إيه بقى في الوسط قول كده في سفر أشعية تسعتاشر آية تسعتاشر وعشرين وواحد وعشرين وكده في ذلك اليوم يكون مسبح الرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخمها فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين ربما إحنا في أزمة دلوقت دقيقة في الماديات دقيقة في الاقتصاد دقيقة من الضغوط الحوالين العالمية والضغط بتاع الحروب اللي في كل حتة ده دقيقات فيبيعمل إيه بقى؟ يصرخون إلى الرب بسبب إيه المضايقين شو بقى بيعمل إيه بقى؟ فيرسل لهم مخلصا ومحاميا وإيه؟ وينقزهم فيعرف الرب في أرض مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم ويقدمونا ذريحة أو تقدمة وينزرون للرب نزرا ويوفونا به بس بقى بيرسل لهم إيه؟ مخلص محامي منقز فالرب في الوسط بيعمل في أول نقطة عايز أتكلم معاكم فيها إنه بيخلص وبينقز وبيحمل قال كده في أعمال الرسل 4 آية 12 ليس بأحد غيره الخلاص ليس بأحد غيره الخلاص إنه ليس إسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي إيه؟ أن نخلص هتلفه والدور حوالين نفسك عمره كله ويبكى صوته الوحيد ليس بأحد غيري الخلاص ليس بأحد غيري أنا وحدة اللي هخلص أنا هرسل لك مخلص يخلصني يخلصت من حزني يخلصت من أنا ماشي بيتوها غير عادية في الحياة مش عايف أخذ أي قرار حقيقي مش عايف أخذ أي قرار حقيقي مش عايف الله خلقني ليه مش عايش تاية والأرض بتاعتنا مضروبة بأروح كتير قوي منها روح الزن روح الزن إحنا من البلاد مصر يعني من البلاد اللي محققة ترجط في مشاهدة الإباعيات تاني بلد أو تاني دولة في الوطن العربي حاجة تكسف بس مصر مضروبة بروح زن ومضروبة أيضا بروح ضلالة وغي فوضى عشوائية تاية الناس تايها وتاية الناس كبيرة وتايها مش عايف أنت جوزت ليه ولا أشتغلت الشغلان دي وعندي 60 و70 و80 سنة وحياتي ضاعت ايه أو أنت تاية 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 غير عادية تاية الشباب صغيرين برضو تايهين مش عايف أتصرف إذا أدخل أهني جمعة ولا أسافر ولا أععد ولا أخلف ولا مخلفش تاية وزاية ما يكون إيه إن إبليس هو اللي كسب إيه الجولة إبليس كسب ربما معركة لكن الحرب لسه إيه الرب الحرب لسه مخلفش الحرب إيه رب ليسه بقى أحد غيره الخلاص